قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه استعرض خلال محادثاته مع رئيس وزراء أرمينيا الجهود التي تفذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل أكد الرئيس السيسي أنه يتحتم تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة قد استعرضت مع فخامة رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تفذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل وتحقيق التهديع بالدفة الغربية حتى يتسنى تسويت القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب